اتفاضل طالع كمان في النهاية يتكلم عن الشيخ محمد الحسن ولد الدد لا 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 الددو حدا يتكلم عن ددو ولد الددو بحر العلوم عجوبة زمانة اللي قالوا عنه انه هو اعلم اهل الارض في الوقت الحال مع انه ما يعرف كتب السلف وما يعرف انه الجلوس روي فيها وكذا ددو صاحب ال52 علم ما صاره 53 لسه اللي ليه في علوم سند يتصل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اه هو الوهيد في الدنيا اللي عنده سندي موسى ابني عمره سنة ونص عنده اساند ماشي فهمنا فهمنا شوي شوي بالنسبة للمستفيد عندما اصحح المفاهيم من الخاطئة التي يطرحها الددو ابو 52 علم المستفيد هم المسلمون الذين يحبون ان يعرفوا العلم الصحيح ويريدون المفاهيم الصحيحة اذا لم تكن منهم فلن تستفيد ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلك من من يستفيد اما الفتن فينشرها اولئك الذين عندهم 52 علم وينشرون علما باطلا ويحرفون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة اين المسلمون استفادوا لما طرح عليهم ابن الددو علما باطلا فبينا العلم الحقيقي من الكتب والمصادر المثوقة الموثقة هل هذا الذي يدافع عنه دافع عنه بان اتى الى كلام لي اقوله ثم نبه ان كلامي خطأ في انتقادي وتصحيحي لهذا لا مشهور قالوا عنه انه اعلم اهل الارض وعنده 52 علم هو نفسه ما يعرف ايش هي الـ 52 علم هذه ما يعرف كيف يعدونها ما يعرف ايش هي الاسانيد اساسا فكيف دافع عن الددو رأيتم كيف بهرجال الددو وتسفيه من الذي انتقد الددو فلا انت استفدت من النقد كما استفاد المسلمون الذين عندهم وعي ولا انت نقدت هذا النقد بطريقة علمية